أعزائي الطلبة أهلاً ومرحباً بكم من جديد في محاضرتنا الرابعة لهذا اليوم محاضرة الرابعة إن شاء الله سوف تتناول العديد من الأمور لكن نظراً لطول هذه المحاضرة سوف نقوم بتجزئها إلى عدة أجزاء لكي يسهل على الطالب مراجعة محتويات هذه المحاضرة سوف نتناول إن شاء الله في هذه المحاضرة موضوع يسمى مقاييس التمركز والتوسط هذه المقاييس يمكن تعريفها على أنها مقاييس تبحث في تقدير قيمة هذه القيمة التمركز حولها أغلبية هذه البيانات وأن هذه القيمة المتوسطة أو المتمركزة هي رقم واحد يعبر أو يمثل جميع بيانات تلك المجموعة من أهم مقاييس التمركز والتوسط عزاء الطلبة هي أولاً الوسط الحسابي أو المتوسط وهذا سوف يأخذ حصة الأسد من هذه المحاضرة إن شاء الله والشيء الآخر هو أيضاً وسط لكن هو وسط حسابي هندسي وهناك أيضاً وسط توافقي وبالإضافة إلى الوسط التربيعي وهناك أيضاً شيء يسمى الوسيط والمنوال سوف ننطلق في الجزء الأول من الوسط الحسابي أو المتوسط إن شاء الله سوف نتناول كل مقياس من هذه المقاييس بطريقين الطريق الأول هي البيانات الغير مبوضة والطريق الثاني هي البيانات المبوضة فلأتي إلى الوسط الحسابي أو المتوسط الحسابي يمكن تعريفه بأنه قيمة ناتجة من قسمة مجموعة من القيم أو مجموعة القيم مقسوماً على عددها ويرمز له بالرمز Y bar هذا الفتحة فوق حرف الواي يسمى Y bar طبعاً يمكن حسابه عن طريقين كما قلنا سابقاً البيانات المبوضة والبيانات الغير مبوضة سوف نبدأ بالغير المبوضة طبعاً إذا كان لدينا مجموعة من القيم أو المشاهدات وهي N من القيم يعني عدد معين من القيم فهذه الحالة سوف نرمز للمشاهدات بالYI والقيم ما الYI هي Y1, Y2, Y3, Y4 يعني على سبيل المثال YI هي صفة الطول طول التلاميذ أو طول الطلبة هنا في هذه الحالة الطالب الأول سوف يكون له طول معين الطالب الثاني أو الطالبة الثانية سوف يكون له أو لها طول معين يعني مقاسم بالسانتيمتر أو بالأمتار وإلى آخره من الطالب الثالث وهكذا إلى أن نصل للطالب الأخير وهنا يرمز له بالرمز YN هنا الطالب الأخير طيب في هذه الحالة الوسط الحسابي لهذه القيم أو المشاهدات هي عبارة عن Ybar هو المتوسط العام لاحظ عزيز الطالب هنا لدينا شيء يسمى Submission Submission أو المجموع هذا مثل الرقم الثلاثة على الرقم بالمقلوب هذا يسمى مجموع مجموع هذه المشاهدات مجموع الYI هذا مقسوما على عددها وهو الN يعني لو نفترض وكلنا نتذكرون لما كنا في السابق السابق العدادي نجمع المجموع ونقسمه على عدد الدروس التي امتحنا بها في الامتحان السابق العدادي وهنا نحصل على المتوسط طيب في الوسط الحسابي في البيانات أو المثال لدينا مثلا لديك البيانات التالية تمثل كمية الأمطار الساقطة بالسنة الواحدة مقاسة بالمليمترات وهنا أخذنا مدينة المصر كمثال لهذه الأمطار لمدة خمس سنوات السنة الأولى كانت خمسمائة وعشرين مليمتر السنة الثانية كانت ثلاثمائة وخمسين مليمتر وهكذا إلى النصر السنة الأخيرة كانت أربعمائة مليمتر السؤال هنا ما هو المتوسط أو ما هو متوسط سقوط الأمطار خلال هذه السنوات الخمس الحل سوف نقوم بتطبيق القانوة التالي المتوسط العام اللي هو وايبار يساوي مجموع هذه القيم على عددها وهنا جمعنا الخمسمائة وعشرين زائل ثلاثمائة وخمسين زائل أربعمائة وخمسين ثلاثمائة وثمانين إلى أربعمائة ثم قسمناها على عدد هذه السنوات الخمسة يظهر لدينا المتوسط العام أو متوسط هذه السنوات هو أربعمائة وعشرين أي أن معدل سقوط الأمطار خلال تلك الفترة هو يقدر بأربعمائة وعشرين مليمتر طيب الآن سوف يأتينا موضوع جديد اللي هو حساب المتوسط الحسابي من بيانات المبوضة هنا أقصد بالبيانات المبوضة هي عبارة عن جدول توزيع تكراره فيه فئات وفيه التكرارات وما إلى ذلك طبعا حتى نحسب المتوسط الحسابي من هذه البيانات المبوضة يجب اتباع الخطوات التالية الخطوة الأولى هو تعيين مراكز الفئات يعني إذا كان سؤال عندك بس كنت ذكر لك الفئات وذكر لك التكرار أنت هنا سوف تخرج أو تستخرج مراكز الفئات وهنا سوف نرمز لها بالرمز Y bar طبعا حتى نكمل الحل يجب إيجاد حاصل ضرب مركز الفئة في التكرار هنا سوف نرمز له بالرمز F I Y I F I يعني هو مختصر من كلمة Frequency اللي هو التكرار وال Y I اللي هي المركز الفئة أو مراكز الفئات النقطة الثالثة وهي الأخيرة هي إيجاد حاصل قسمة النقطة الثانية اللي هنا أقصد بها F I Y I مقسوماً على مجموعة التكرارات الكلية أي أن المتوسط الحساب فسيكون Y bar المتوسط الحسابي هو عبارة عن مجموع F I Y I اللي هو حاصل الضرب نقطة ثانية مقسوماً على مجموعة التكرارات الكلية طبعاً قحة أشوفكم مثال حتى تكون الصورة واضحة لديك هذا المثال شوفوه أمامكم أقل لك استخرج الوسط الحسابي لأطوال النباتات من جدول التوزيع التكرارات عندي فئات وعندي تكرارات وتشوفون كم في عندي واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة فئات سبعة فئات وعندي هنا التكرارات لاحظ ماذا سوف أوجد لكي أجد المتوسط الحسابي يعني ما هي الخطوات التي طبعاً من الخطوات القبل شوية ذكرتوها هنا سوف نتبع الخطوات السابقة في الحل وهو أولاً إيجاد مراكز الفئات بعدين سنضرب مركز الفئة في التكرار اللي معطى في السؤال ثم نقسم مجموع حاصل الضرب على مجموع التكرارات وكما مبين في الجدول التالي لاحظ عزيز الطالب عزيز المتابع هنا سوف نوجد أولاً الفئات هي معطاة في السؤال التكرار أيضاً معطاة في السؤال سنوجد مجموع التكرارات هذا مجموع التكرار اللي هو جمعنا نطلع عنه الثمانين بعدين مراكز الفئات طبعاً لو أنا أضرب مركز الفئات في التكرار رح يطلع لي اللي يشوفوا أمامكم عفواً طبعاً يشوفون هنا مثل ما أوضحت لكم أنه أول شيء نوجد مركز الفئة طبعاً مركز الفئة كما وضحت في المحاضرات السابقة مارد من طيل بالوقت يعني لو أنا أجمع أربعين زائد وثلاثين تقسيم الاثنين وغير غير يطلع لي خمسة وثلاثين ونصف هي هاي مراكز الفئات للفئات المعطاة في السؤال بعدها رح أوجد حاصل ضرب التكرار في مركز الفئة يعني واحد في خمسة وثلاثين ونصف غير يطلع لي خمسة وثلاثين ونصف اثنين في خمسة واربعين ونصف غير يطلع لي واحد وثلاثين وهكذا أوجد حاصل ضرب التكرارات في مراكز تلك الفئات هاي الخطوة الثانية بعد إيجاد مراكز الفئات الخطوة الثالثة رح أقسم رح أقسم مجموع تلك التكرارات اللي هي في مراكز الفئات هذا ستة الاف ومئة وثلاثين غير أقسمه على ثمانين اللي هو مجموع تلك التكرارات وبالتالي سوف أحصل على النتيجة التالية طبعا تكملت الحل أي أن المتوسط الحسابي سوف يكون Y bar هو مقسوما على حاصل قسمة عفوا حاصل قسمة submission Y submission FIYI مقسوما على submission FI فرح يطلع لي 6130 إذا شوفون عزائي الطلبة خلي أرجع خطوة اللي راح أذكركم هو حاصل قسمة submission FIYI مقسوما على submission FI ورح نشوف النتيجة كما أمامكم هي سوف يظهر لدينا 72.62 سنتيمتر أي أن معدل طول النبات هو 72.62 سنتيمتر طيب الآن سوف نتطرق إلى خواص الوسط الحسابي صراحة يوجد هناك العديد من الخواص الخاصة بالوسط الحسابي لكن اليوم سوف أطرق على الخاصية الأولى في الوسط الحسابي كون أن الموضوع طويل جدا وأنا أريد صراحة المادة أجزئة بشكل بسيط حتى الطالب يستفاد أكثر يعني أكثر استفادة وما تطيل عليه المادة وبالتالي سوف يحقق النجاح إن شاء الله تعالى وبتفوق طبعا الخاصية الأولى اللي راح نأخذها الآن هي مجموعة انحرافات القيم عن وسطها يساوي سفرا راح نشوف شون هي في البيانات الغير مباوبة أنا راح تشوفون أمامكم سميشن طبعا هذا الرمز هو الرمز لاتيني يرمز للمجموع يسمونه سميشن أفتح قوس لو أنا قمت بإيجاد حاصل طرح القيم من متوسطها المجموع الكلي سوف يساوينا صفر في البيانات الغير مباوبة سوف يكون سميشن FI اللي هو سميشن مجموع حاصل ضرب التكرارات في القيم عن متوسطها سوف يساوينا صفر طيب الآن في خلاص وسط الحساب صراحة هناك سؤال ويتكرر دائما في كل سنة وهو أثبت أو برهن على أن مجموع ال انحرافات القيم عن متوسطها هو يساوينا صفرا لاحظ عزيز الطالب وأرجو أن تنتبه إلى هذه النقطة كونها النقطة جدا حساسة وجدا مهمة طيب أنا هذا الطرف خلنا نقول الأيسر من المعادلة هو سميشن واي آي افتح قوس واي آي ناقصا واي بار هنا علامة السميشن أو علامة الجمع سوف تتوزع على أو تدخل إلى داخل القوس راح تشوف أنه سميشن واي آي هذه سميشن واي آي ناقص علامة ناقص تبقى و سميشن واي بار طبعا هنا علينا أن ننتبه أن سميشن واي آي سوف يبقى لكن سميشن واي بار هو عبار عن عدد عدد الفئات أو عدد المشاهدات مضروبا في المتوسط يعني لو أنا مثلا لدي ثلاث أرقام بس انتبهوا عليها شباب أنا أتكلم على الحد الثاني اللي هو سميشن واي بار لو أنا كان عندي ثلاث أرقام واحد واثنين وثلاثة لو أجمعهم واحد زائد ثلاثة زائد ثلاثة يطلع لستة انتبه علي يا عزي الطالب لو أنا عندي ثلاث أرقام الرقم الأول هو عبارة عن قيمة واحدة رقم واحد والرقم الثاني هو قيمتان اثنين والرقم الثالثة هو ثلاث قيم يعني واحد زائد ثلاثة زائد ثلاثة ستة طيب هذه الثلاث أرقام مجموعة ستة طيب المتوسط مالها ستة تقسيما ثلاثة شقد غير يطلع لي ستة تقسيما ثلاثة اثنين صح لو لا إذن المتوسط مالتي اثنين وعدد القيام ثلاثة اثنين في ثلاثة ستة إذن المجموعة المتوسط هو عبارة عن ان عدد القيم في متوسطها واضح؟ طبعا هاي ست رح ناخد المثال أيضا للطلبة الذين لم يحالفوا من الحظ في أن يفهموا هذا إذن مجموعة القيم ناقصا مجموعة القيم نفسها فهي يطلع لي الناتج هو صفر طبعا هذا مثال حتى تكونون أنتم في الصور لديك البيانة التالية هي عبارة عن ثمانية وثلاثة وخمسة واثنى عشر وعشر هنا السؤال يتكرر أثبت ألا أن مجموعة انحرافات هذه القيم عن متوسطها يساوي صفرا لاحظ عز الطالب ماذا سنفعل في الحال هنا نعمل جدول بسيط هذا الجدول هو عبارة عن القيم التي أعطانا إياها في السؤال أتشوفون ثمانية وثلاثة أخير رتبته بهذا العمود هنا رح أقول ثمانية زائد ثلاثة زائد خمسة زائد اثناعش زائد عجرة يطلع لثمانية وثلاثين هذه الخطوة الأولى زين ثمانية وثلاثين كم قيمة عندي واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ثمانية وثلاثة تقسيما خمسة رح يطلع للمتوسط الذي هو سبعة بوينت ستة واضح عزائي الطلبة عزائي المستمعين أرجو أن تنتبه إلي جيد هنا في هذا السؤال أعطاني خمس قيم اللي هي ثمانية ثلاثة خمسة معش عشرة تمام طيب الآن لو أنا أجمع هذه الأرقام رح يطلع للمجموع العام اللي هو ثمانية وثلاثين تمام واضح طيب لو أنا هذا المجموع العام طيب لو أنا ثمانية وثلاثين تقسيما خمسة رح يطلع لسبعة بوينت ستة واضح تمام زين الآن شوف انحرافات القيم عن متوسطها يعني أقول ثمانية ثمانية ناقصا سبعة بوينت ستة رح يطلع لأو بوينت أربعة تمام زين أقول ثلاثة ناقصا سبعة بوينت ستة رح يطلع لي سالب أربعة بوينت ستة زين خمسة ناقصا سبعة بوينت ستة رح يطلع لي سالب اثنين بوينت ستة تمام اقول اثنائش ناقصا سبعة بوينت ستة رح يطلع لي أربعة بوينت أربعة اوكي طيب عشرة ناقصا سبعة بوينت ستة سيطلع لي اثنين بوينت أربعة اعيدها هاي للطلبة اللي ما انتبه عليه انا لدي هذه القيم وطلعت المتوسط مالتها تمام اقول هذا رقم ثمانية ناقصا سبعة بوينت ستة رح يطلع للرقم هذا اشقد او بوينت أربعة طيب لو انا قدت ثلاثة ناقصا سبعة بوينت ستة اشقد رح يطلع لي رح يطلع لي سالب أربعة بوينت ستة وهكذا اناقص القيم هذه من المتوسط العام مالتها رح يطلع لأرقام موجبة وسالبة لو انا اجمع هاي الارقام كلتها كل هاي الارقام اجمعها رح يطلع للمجموع مالتها اشقد صفر اذا من خواص المتوسط الحسابي هو مجموع انحرافات القيم عن متوسطها يساوي صفرا هذه في البيانات الغير مبوبة يعني اقصد من البيانات الغير مبوبة شنو يعني انطق ارقام بدون جدول ما بينه جدول ترجع تكراري واضح عزيز الطالب يعني ما انطق جدول بينه تكرارات وفئات من يقل لك تكرارات وفئات هذا صاغ اشني صاغ بيانات مبوبة تمام طيب الان غحج على البيانات المبوبة ذيك غير مبوبة البيانات صاغت بيانات مبوبة يعني شنو يعني بيها توزيع جدول توزيع تكراري وغاح نشوف هذا جدول توزيع تكراري انطيك بينه الفئات والتكرار وانطيك مركز الفئة طبعا قد يأتيك بس سؤال بالامتحان انطيك بس الفئات وانطيك بس الفئات وانطيك بس التكرارات فانت غح تطلع مركز الفئة ستقول الحد الأعلى زائد الحد الأدنى مقسوما على الثاني سيطلع لك مركز الفئة هذا السؤال أقل لك أثبت مجموع انحرافات القيم عن متوسطها يمساوي السفران أنا أشياء سأوجد المتوسط الحسابي في البيانات المبوابة قبل شوية أخذنا بالمثال لاحظ عزيز الطالب هذا الجدول اللي أمامكم طبعا قبل ما أختم هذا الجدول الفئات والتكرار ومركز الفئة هذا معطف السؤال تمام أول شيء يجب أن أطلع المتوسط المتوسط الشيء أن أطلعه سأقول التكرار في مركز الفئة سيطلع لي إيش هذا اللي هو F I Y I التكرار في مركز الفئة سيطلع لي إيش سيطلع لي هاي القيم هاي القيم هاي شوفوها أجمعها 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 قد طلع علي طلع علي 6,745 هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية شغل أعمل غح أقسم 6,745 تقسيماً مجموعة التكرارات تقسيماً 100 أجمعها يطلع لي غح يطلع لي 67.45 هذا أجني هذا المتوسط العام ماشي طيب الآن أجمعها أعمل غح أقول كل قيمة من هاي القيم اللي هي 61 ناقصاً 67.45 أجمعها طلع لي طلع لي سالب 6.45 64 ناقصاً 67.45 طلع لي سالب 3.45 67 ناقصاً 67.45 غح يطلع لي 0.45 شنو هذا موجب وليس سالب 70 ناقصاً 67.45 غح يطلع لي 2.55 أيضاً بالموجب مع سالب 73 ناقصاً 67.45 غح يطلع لي 5.55 هاي الخطوة الثالثة بعدها غح أقول التكرار اللي هو 5 في 6.45 بالسالب غح يطلع لي 32.25 أيضاً بالسالب 18 في سالب 3.45 غح يطلع لي سالب 62.10 وكذا الحال مع 42 وال 27 والثمانية غح يطلع لي هاي الأرقام اللي يشوفوها أمامكم طبعاً لو أجمعي هذو الأرقام كاملة أجمعهم هش قد غح يطلع لي غح يطلع لي صفر واضح؟ غح يطلع لي صفر طبعاً هذا Y bar وليس Y bar خطأ واضح أرجو أن أكون قد وفقت في إيصال هذه الدقائق البسيطة التي تناولنا فيها مقاييس التمركز والتوسط وبدأنا بالوسط الحسابي وأخذنا وسط الحسابي وكيفية إيجاده في البيانات الغير مباوبة وفي البيانات المباوبة أيضاً تطرقنا على الخاصية الأولى من خواص المتوسط الحسابي وهي مجموع انحرافات القيم عن متوسطها يساوي صفراً في كل من البيانات غير مباوبة والبيانات المباوبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعاً ويحرسكم بعينه التي لا تنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر